قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائية مشددا على ضرورة توصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء وتشغيل لسد النهضة يحفظ حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار كان ذلك خلال لقاء السيسي مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسي كيدي تناول فيه الجانبان آخر تطورات سد النهضة أفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية وأكد رئيس الكونغولي حرصه خلال المرحلة الرهنة على تكثيف التنسيق لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصيلة